نظمت جامعة كفر الشيخ ندوة تطقيفية بعنوان مصر تستحق انزل شارك ذلك لإحافي طلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد رئيس الجامعة أن للشباب دورا هام وعيجبي في صيغة المستقبل ماضحا أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبا وطنيا وقوميا لابد من تأديته لبناء الدولة وخاصة في هذا التوقيت نظرا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة وأكد أهمية الحجد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا أمام المتربصين في الداخل والخارج الحقيقة طبعا دايما شباب جامعة كفر الشيخ يثبت يوم بعد يوم أنه شباب واعي ومثقف ومقدر لجهود الدولة وإن شاء الله كل شباب جامعة كفر الشيخ على قلب رجل واحد إن شاء الله مشاركين في الاستحقاقات الرئاسية في واحد والتين وثلاثة ديسمبر في أسرنا وأهلينا في الخارج ويوم عشر ويوم حداشر واثناشر في الداخل وبنوع لنستفافنا خلف القيادة الرشيدة في خامة رئيس عبد فتح السيسي المشهد المهيب اللي احنا شفناه النهاردة من حماس شباب جامعة كفر الشيخ ودعم القيادات اللي موجودين داخل الجامعة يطمننا على مستقبل مصر مش بس على الانتخابات القادمة يوم عشر وحداشر واثناشر احنا بالمشهد اللي احنا شفناه ده متطمنين على وضع جديد جمهورية جديدة مشارك فيها كل فئات المجتمع وأولهم الشباب وحنشوف المشهد ده وان شاء الله يكون مشهد مشرف بإذن الله